أخبار المعارك في دونباس لم تعود في صالح أوكرانيا يانس تلتنبرغ الأمين العام لحلف الناتو طلب من الأعضاء الاستعداد للمزيد من الأخبار السيئة رغم أن الجبهة لم تنهر بعد لكن الناتو قرأ إشارات لا تخطئ البداية من الاهتمام الأمريكي الذي انكف عن أوكرانيا لصالح إسرائيل إضافة إلى فشل العقوبات الاقتصادية على روسيا لكن الأهم هو انهزام حلف الناتو في حرب إنتاج الذخيرة مع روسيا إذ أكدت وزارة الدفاع الإسطينية أن موسكو باتت تنتج ذخيرة أكبر بسبع مرات من دول الناتو مجتمعة فشل الهجوم المضاد جعل الجميع يبحث عن مذنب في أوكرانيا الصورة أمامنا هي لاجتماع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع قادة الجيش لكن دون حضور قائد الأركان زالوجني الذي بات يتهم بممارسة السياسة بدأ للاهتمام بالجيش ومشاكله في جبهة القتال الأمور ليست على ما يرام والبداية من أفديفكا القوات الروسية الآن تحاصر كل من أوبوتني وفودني وسيفيرسكي والآن أفديفكا يفصلها عنها فقط كيلومتر واحد على السيطرة على المدينة المعارك الآن تجري في الجزء الأخير من أفديفكا والقوات الأوكرانية قد تنسحب في أي لحظة كون القوات الروسية قادرة على محاصرتها وبالتالي من الصعب الانسحاب منها أهمية المدينة تعود لوقوعها على بعد عشر كيلومترات من دونيتسك العاصمة دونيتسك التي تسيطر عليها القوات الروسية الموالية لموسكو منذ سنة 2014 ومن يومها عملت كيف على تقوية دفاعاتها في أفديفكا وهذا ما جعل دونيتسك تقع في مرمى المدفعية الأوكرانية لمتابعة المزيد الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر